اعزائي طلبات وطلبات السنوية العام اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا لمادة الجبر بنتعرف من خلالها على مجموعة جديدة من مجموعة الاعداد تعرفنا طبعا في السنوات الماضية على مجموعة الاعداد زي المجموعة الطبيعية او مجموعة الاعداد الصحيحة مجموعة الاعداد النسبية ثم مجموعة الاعداد الحقية لكن لما نحل معادلة زي سين تربيع بتساوي سالب واحد هنا كنا كان فيه بتقابلنا مشكلة في السنوات اللي فات كنا بنقول دي مجموعتها مجموعة الحل اللي بتسوى فاي على اعتبار المعلومات اللي احنا اخدناها في المجموعة اللي فاتت لكن اختضى الامر باكتشاف مجموعة جديدة من مجموعة الاعداد وهي مجموعة الاعداد المركبة تعالوا نتعرف اعزائي على ما هي الاعداد او ما هو العدد المركب وايضا نتعرف على وكلمة عدد مركب يعني مركب من عدد حقيقي وعدد تخيولي طب ايه هو العدد التخيولي تعالوا نتابع مع بعض ونشوف بقية حلقتنا ان شاء الله العدد التخيولي بنرمز له بالرمز تيه حيث تيه تربيع ده بتسوي سالب واحد فلما نيجي مثلا نختصر مثال زي ده هنكتبه مع بعض ونقوله اختصر ما يأتي فيه ابس الصورة تيه قس 8 تيه قس 47 تيه قس سالب 59 أنا عندي تيه وس 8 ده بتسوي تيه تربيع طبعا بتستخدم العلاقة ان تيه تربيع بتسوي سالب واحد وبالتالي يبقى هناخد تيه وس 8 عبارة عن تيه تربيع والكل مرفوع له قس 4 تيه تربيع هنعوض عنها بسالب واحد يبقى سالب واحد قس 4 اللي بتسوي واحد طيب نختصر مع بعض تيه قس 47 تيه 47 ايضا بنقوله عبارة عن تيه تربيع وبعدين نقسم 47 على 2 حيبقى عدد صحيح 23 ويتبقى كسر الكسر ده اللي هو تيه يعني هيبقى تيه تربيع الكل قس 23 ويتبقى لي تيه طيب هنعوض عن تيه تربيع اللي هو بسالب واحد الكل قس 23 مضروف في التيه طبعا سالب واحد قس 23 بسالب واحد يبقى سالب واحد في تيه بسالب تيه طيب تعالوا كده نختصر تيه قس سالب 59 ايضا بنفس الطريقة هناخد تيه تربيع وبعدين هيبقى قس سالب 30 هيتبقى لي سالب سالب تيه وبالتالي هيبقى تيه تربيع قس سالب 30 مضروفة في التيه على اعتبار المضرب ده هيتدينها تيه قس سالب 59 طبعا عندي جوه القس تيه تربيع بسالب واحد يبقى سالب واحد قس سالب 30 مضروف في تيه هيبقى الناتج عبارة عن تيه ده كده اسلوب الاقتصارات في العدد التخييلي طيب عشان نتعرف على العدد المركب تعالوا نشوف مع بعض المثال التالي اه نحله بالطرق العادية الطرق اللي هي اللي احنا تعرفنا عليها في السنوات اللي فاتت وبعدين هنشوف اه ظهور العدد التخييلي فبيقول لي هنا اه مثال اوجد مجموعة حل للمعادلة عين تربيع ناقص اتنين عين زائد اتنين بسو سفر طبعا هنستخدم القانون العام اللي احنا عارفينه في السنوات اللي فاتت يعني عين حيساوي سالب به موجب او سالب جزر التربيع اللي به تربيع ناقص اربعة الف جيم على اتنين الف تعالوا نعوض الف طبعا عندي بواحد والبيه عندي بسالب اتنين والجيم بتساوي اتنين هنعوض في المقدار يبقى اتنين موجب او سالب الجزر التربيع لاربعة ناقص اربعة في واحد في اتنين على المقام اتنين في واحد يبقى الكلام ده اللي حيساوي اتنين موجب او سالب جزر سالب اربعة على اتنين طبعا كنا في السنوات اللي فاتت بالمقدار ده كنا بنجيبه بالاقل حزبة ما مكنتش او مكنتش بنحصل على نتيجة فدلوقت احنا ممكن نستخدم اللي هو تعريف بقى العدد المركب في ايجاد حل هذه المعادلة الكلام ده حيساوي اتنين موجب او سالب جزر اربعة طبعا في الته تربيع بتساوي سالب واحد يبقى جزر اربعة ته تربيع كل ده مقسومة على اتنين يبقى معنى الكلام ده حيساوي اتنين موجب او سالب اتنين ته مقسومة على اتنين هاخد اتنين عامل مشترك برا هيتبقى لي واحد موجب او سالب ته مقسومة على اتنين هاختصر الاتنين مع الاتنين يبقى حيساوي واحد موجب او سالب ته يبقى كده قدرنا نحصل على حل المعادلة باستخدام القانون وصلنا القانون العام وصلنا الى مجموعة اللي هو او عبارة عن او الحلين او الجزرين اللي هو واحد زائد او ناقص ته الواحد ده بنسميه بالجزء التخيلي الواحد ده بنسميه بالجزء الحقيقي والته ده بنسميه بالجزء التخيلي وبالتالي يبقى الواحد موجب او سالب ته ده كله بنسميه عدد مركب يبقى العدد المركب هنا عدد مركب من عدد او جزء حقيقي وجزء تخيلي طيب ما تجي نكتب مع بعض التعريف تعريف العدد المركب زي ما شفنا من المثال اللي فات تعريف العدد المركب بنقول إذا كان سين وصاد تنتمي إلى حه فإن عين اللي هو العدد المركب بيساوي السين زي التهصاد ده بنسميه عدد مركب ليه مركب من أين؟ من سين اللي هو الجزء الحقيقي والتيهصاد اللي هو الجزء التخيلي وبنعرف بقى مجموعة العدد المركبة كلها اللي هي كاف بتساوي سين زي التهصاد حيث سين وصاد تنتمي لحه والتيهتر بيع بيساوي سالب واحد بعد ما شفنا عزيزي العدد المركب وقلنا طبعا العدد المركب هو جزء بيتكون أو بيتركب من جزء حقيقي وجزء تخيلي تعالوا نتابع أو نشوف مع بعض تساوي عدد المركبين وبنشوف العمليات على العدد المركبين يعني عملية الضرب عملية الجمع عملية الطرح ثم عملية القسمة تعالوا كده نشوف مع بعض العمليات الأربعة في العدد المركبين هنشوف التعريف ده بيقول لي بتساوي عددين المركبين إذا كان عين واحد بيساوي سين واحد زي اتصاد واحد وعين اتنين بيساوي سين اتنين زي اتصاد اتنين فبنقول عين واحد بيساوي عين اتنين إذا كان سين واحد بيساوي سين اتنين وصاد واحد بيساوي صاد اتنين يعني الجزء الحقيقي بيساوي الحقيقي والجزء التخيولي في العدد المركب الأول بيساوي الجزء التخيولي في العدد المركب التاني طيب ناخد مثال على الكلام ده بقول لأوجد قيم سين وصاد الحقيقية التي تحقق المعادلة واحد ناقص ته مضروبة في سين زائد خمسة زائد ثلاثة ته كلها مضروبة في صاد الكلام ده بيساوي أربعة مضروبة في واحد ناقص ثلاثة ته تعالوا نحل مع بعض طبعا هنفك الأقواز دي وبعدين نجمع العدد الحقيقية مع بعضها أو نساوي العدد الحقيقية في الطرف الأيمن بالعدد الحقيقية في الطرف الأيصر وكذلك العدد التخيولية في الطرف الأيمن بالعدد التخيولية في الطرف الأيصر فهنقول هنا عندي سين ناقص ته سين زائد خمسة صاد زائد ثلاثة ته صاد الكلام ده بيساوي أربعة ناقص اتناشرتين هناخد الجزء الحقيقي من المعادلة في الطرف الايمن بنسويه بالجزء الحقيقي في الطرف التين يبقى سين زيت 5 صات بتسوي 4 سمدي معادلة رقم واحد هنسوي ايضا الجزء التخيولي فيه من المعادلة في الطرف الايمن بيه الجزء التخيولي من الطرف الايسر يبقى سالب تين سين زيت 3 صات هتسوي سالب 12 يبقى من هنا سالب سين زيت 3 صات هتسوي سالب 12 أسامي دي معادلة رقم 2 بعد ما أسامت المعادلة على الـ 2 طيب نجمع 1 و 2 هنحل طبع معادلات دي معادلة 1 و 2 بحل جابري عادي جدا زي ما انتوا عارفين يا إما بالحسف إما بالتعويض زي ما انتوا عارفين هنجمع المعادلة 1 و المعادلة 2 يبقى أنا عندي 8 صاد هتسوي سالب 8 وبالتالي يبقى صاد بتسوي سالب 1 أعود عن قيمة صاد في المعادلة 1 يبقى سين ناقص 5 هتسوي 4 وبالتالي يبقى سين هتسوي 9 يبقى كده حصلنا على قيم سين وصاد الحقيقية طيب تعالوا كده عزي نشوف عملية جمع وطرح وضرب عددين مركبين بنقول إذا كان عين 1 بيسوي 2 زائد 3 وعين 2 بتسوي 4 ناقص لما نجمع أو نطرح بنجمع العددين اللي هم الحقين مع بعض والعداد التخيولية مع بعضها كذلك في عملية الطرح نفس الطريقة فلما نجمع مثلا عين 1 زائد عين 2 حاج مع الحقيقي مع الحقيقي يبقى بيسوي 6 وأجمع التخيولي مع التخيولي يبقى يسوي 2 يبقى عين 1 زائد عين 2 حتسوي 6 زائد 2 لما أجمع أطرح يبقى عين 1 ناقص عين 2 اللي هي عبارة عن عين 1 اللي هو 2 زائد 3 ناقص عين 2 اللي هو عبارة عن 4 ناقص ت هطرح أيضا الحقيقي من الحقيقي والتخيول من التخيولي يبقى حيسوي سالب 2 زائد 4 فعملية الضرب ممكن نضرب عادي جدا لأقواس عادية جدا زي ما احنا متعودين عليها في السنوات اللي فاتت يعني حضرب عين 1 في عين 2 بيسوي القوس الأول عبارة عن 2 زائد 3 في القوس الثاني عبارة عن 4 ناقص ت حضرب الاثنين في القوس الثاني يعني 2 فيه 4 ناقص ت وأضرب 3 فيه أيضا فيه 4 ناقص ت يبقى أنا عندي 8 ناقص 2 ت زائد 12 ت ناقص 3 ت تربيع يعني 8 ناقص 2 ت زائد 12 ت وطبعا احنا عارفين ت تربيع بسالب 1 سالب 1 في سالب 3 يبدينا موجب 3 أجمع الحقيقي مع الحقيقي والتخيولي مع التخيولي يبقى عين 1 مضروبة في عين 2 بتساوي 11 زائد 10 ت هنا شفنا طبعا في عملية عملية الجامع وعملية الطرح أن أنا بجمع العدد الحقيقي أو الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي وأيضا بجمع الجزء التخيولي مع الجزء التخيولي لكن في عملية القسمة لما نجي نعمل عملية قسمة فحيكون في المقام عدد في جزء تخيولي وبالتالي لابد نضرب في مرافق المقام عشان ما يكونش عندي في المقام جزء تخيولي طيب لما نجي نضرب في المرافق يبقى لازم نتعرف على مرافق العدد التخيولي تعالوا نتعرف عليه مع بعض ونشوف أهمية ضرب في المرافق في عملية قسمة عددين مركبين لما نجي نعرف العدد المرافق بنقول إذا كان عين بيساوسين زي اتحصاد فإن عين شرطة أو عين بار أو عين داش كل دي تعرفات أو نعرف بها اللي هو العدد المرافق أو نقول العدد المرافق عين بيساوسين نائس تحصاد يعني اللي هو بيبقى الإشارة مختلفة مع الجزء التخيولي فقط بنغير إشارة الجزء التخيولي فقط يبقى عين شرطة هتساوسين نائس تحصاد حيث عين شرطة ده بنسميه مرافق العدد عين طيب تعالوا نطبق الكلام ده في مثال بنقول إذا كان عين واحد بيساوي 3 زائد 2T وعين 2 بتساوي 2 نائس ت بيقولي أوجد عين واحد على عين 2 هنسمع عين واحد على عين 2 اللي بتساوي 3 زائد 2T على 2 نائس ت نضرب فيه مرافق المقام مرافق المقام زي ما تعرفنا عليه بنغير إشارة الجزء التخيولي فقط يبقى هنضرب فيه 2 زائد T ونقسم على اللي ضربنا فيه نقسم عليه عشان ما يحصلش تغير في المقدار يبقى هنضرب فيه 2 زائد T على 2 زائد T وبعدين إحنا خدنا عملية الضرب بنضرب البسط في البسط والمقام في المقام البسط في البسط هنضرب ضرب عادي جدا زي ما شوفنا في المثال اللي فات هنضرب أدي 3 في 2 ب6 وبعدين نضرب 3 فيه T بتلاتة T بعد كده نضرب الـ 2T فيه 2 بـ 4 T وبعد كده نضرب الـ 2T فيه 2T تربيع المقام في المقام يعني نضربه في نفس الطريقة ياما احنا بنستخدم العلاقة اللي هي طبعا ده يعتبر فرق بين مربعين يعني مربع الأول ناقص مربع التين يبقى 2 تربيع ناقص ته تربيع نجمع البسط ونختصر البسط ده يبقى 6 زائد 7 ته ناقص 2 طبعا ما ننساش ان ته تربيع بتساوي سالب واحد المقام يبقى 2 تربيع بـ 4 والـ T تربيع بسالب واحد سالب في سالب يبقى موجب واحد نبسط البسط البسط عبارة عن 4 زائد 7 ته على المقام 5 نكتبه على الصورة سين زائد T صاد يبقى 4 على 5 زائد 7 على 5 ته ده كده بالنسبة لقسمة عددين مركبين تعالوا ناخد مثال ايضا مع بعض تاني نكتب مع بعض المثال بقول العين بتساوي نص مضروبة فيه القوس سالب واحد زائد جزر سالب ثلاثة يعني تحت الجزر سالب ثلاثة بقول اذبت ان عين تربيع زائد عين شرطة لكل تربيع بيساوي سالب واحد طيب ناخد الاول عين اللي هو العدد المركب عين نكتبه على صورة اللي هو سين زائد T صاد هيبقى عبارة عن سالب نص زائد جزر ثلاثة على اتنين T دكده عين طيب تعالوا كده نربع عين اتنين عين نربع العين اللي هيبقى عين تربيع اللي هيساوي سالب نص زائد جزر ثلاثة على اثنين تي لكل تربيع لما الربع عادي جدا هنربع القوس مربع الاول زائد الاول في الثاني في الثاني زائد مربع التاني يبقى عبارة عن ربع ناقص جزر ثلاثة على اثنين تي زائد ثلاثة على اربعة تي تربيع طبعا تي تربيع قلنا بسالب واحد نجمع يبقى سالب نص ناقص جزر ثلاثة على اتنين تي ده كده اللي هو عين فيه الصورة سين زائد تي ساط طيب تعالوا نجيب المرافق وبعدين نربع المرافق المرافق يعني من غير الإشارة بتاعة الجزء التخيولي يبقى العين شرطة اللي حيساوي سالب نص ناقص جزر ثلاثة على اتنين تي هنربع المقدار ده يبقى عين شرطة تربيع اللي حيساوي القوس ده تربيع نربع القوس يبقى ربع زائد جزر ثلاثة على اتنين تي زائد ثلاثة على اربعة تي تربيع تي تربيع عرفين بسالب واحد يبقى سالب ثلاثة على اربعة نجمحها مع الربع هيدين سالب نص زائد جزر ثلاثة على اتنين تي يبقى لما ناخد الطرف الايمن اللي هو عبارة عن عين تربيع زائد عين شرطة لكل تربيع الكلام ده حيساوي سالب نص ناقص جزر ثلاثة على اتنين تي وبعدين زائد سالب نص زائد جزر ثلاثة على اثنين تي طبعا احنا قلنا فيه الجامع عملية الجامع او عملية الطرح بجمع العدد الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي والتخيول مع التخيول يبقى لما نجمع سالب نص وسالب نص هيدينا سالب واحد وطبعا سالب جزر ثلاثة على اثنين تي هتروح مع جزر ثلاثة على اثنين تي وبالتالي يبقى الطرف الايمن هيساوي سالب واحد وده المطلوب إثباته تعالوا أيضا عزيزي نشوف مع بعض المثال التالي بقول لي أوجد العدد المركب عين الذي يحقق العلاقة التالية عين تربيع ناقص 6 عين زائد 58 بسو سفر بقول لي واثبت أنهما مترافقان حنكتب طبعا قد العين هيا نستخدم فيها القانون العام اللي انتو عارفينه من السنوات اللي فاتت يبقى عين هتساوي سالب به موجب أو سالب جزر التربيع لبيه تربيع ناقص 4000 جيم على 2000 نعوض عن الالف والبيه والجيم يبقى 6 موجب أو سالب الجزر التربيع ل36 ناقص 4 في 1 في 58 كلام ده مقصوم على 2 في 1 نبسط ما تحت الجزر يبقى 6 موجب أو سالب جزر سالب 196 مقصوم على 2 يبقى 6 موجب أو سالب جزر سالب 196 ال196 جزرها 14 ده نخرجها برة هيتبقى لي تحت الجزر اللي هو سالب 1 وبالتالي سالب 1 اللي هو جزر سالب 1 اللي هو 2 مقصوم على 2 ناخد 2 عامل مشترك هيتبقى 3 موجب أو سالب 7 على مقصوم على 2 نختصر يبقى عند العين هيتساوي 3 موجب أو سالب 7 يبقى معنى كده انه العين هيتساوي اللي هو العدد عين اللي هو حل المعادلة او العدد المركب عين من حل المعادلة عبارة عن يا اما 3 زائد 7 او 3 ناقص 7 وطبعا واضح هنا انه هم مختلفين في الاشارة بتاعة الجزي التخيولي يبقى بالتالي اللي جزر الدول ما لهم هتقول لي مترافقان طيب بعد ما شفنا عزيزي عملية الترافق الاول في المرافق المرافق ضربة في المرافق مهم جدا لعملية القسمة لازم اضرب في مرافق المقام وبالتالي لما نيجي نحل المعادلة لمسلا فيها جزور او جزرين تربعيين للعدد المركب بنلاحظ انه هم الجزرين دول بيكونوا مترافقين مترافقين يعني ايه يعني مختلفين في الجزء التخيولي فقط طيب تعالوا نشوف ايضا مع بعض المثال التالي ونشوف طريقة الحل ازاي فبنقول هنا اذا كان عين محتوى في كاف او بينتمي الى كاف اللي هو العدد المركب بينتمي لي كاف اللي هي العداد المركبة مجموعة العدد المركبة وعين لا تساوي السفر فبقول لي هنا فاثبت ان عين استسالة بواحد الكل شرطة بيساوي عين شرطة الكل استسالة بواحد طبعا ده مختلف عندها اولا نفرض عين عين ده بيساوي سين زي التساط طيب نجيب عين استسالة بواحد اللي هو مقلوب العين يبقى واحد على سين زي التساط العين شرطة اللي هي عبارة عن سين ناقص تساط اللي هو بنغير الجزء التخيولي او اشارة الجزء التخيولي يبقى عين شرطة عد ساوي سين ناقص تساط طيب انا عندي هنا عين استسالة بواحد اللي هي واحد على سين زي التساط أبسط المقدار ده يعني حضرب فيه المرافق بتاع المقام مرافق المقام يعني سين ناقص تيصاد واللي بضرب فيه بأس معليه يبقى على سين ناقص تيصاد وبعدين أضرب البسط في البسط والمقام في المقام يبقى سين ناقص تيصاد على المقام اللي وقلنا فرق بين مربعين يعني سين تربيع ناقص تيصاد لكل تربيع يبقى البسط هنا عبارة عن سين ناقص تيصاد على المقام سين تربيع زائد سات تربيع طيب ناخد الطرف الايمن الطرف الايمن بيقول لعين وستسالة بواحد لكل شرطة يعني هجيب المرافق بتاع مقلوب العين اللي حيساوي السين زائد تي صاد على سين تربيع زائد صاد تربيع ده رقم واحد تعالوا شوف الطرف الايصر نبسط الطرف الايصر الطرف الايصر عبارة عن عين شرطة وبعدين الكل وستسالة بواحد يعني بعد ما يجيب الاول لعين شرطة اللي هو المرافق اقلب اللي هو عدد المرافق ده أشوف مقلوبه أن أنا أضربه فيه أيضا المرافق بتاع المقام وبسطه وأشوف الناتج حيسويه يبقى واحد على سين ناقص تيصاد مضروبة فيه سين زائد تيصاد على سين زائد تيصاد هضرب أيضا البسط في البسط والمقام في المقام يبقى سين زائد تيصاد على سين تربيع زائد صد تربيع أسمدي رقم اثنين من واحد واثنين واضح جدا أنه هو يتحقق المطلوب أو المطلوب إثباته في المسال تعالوا أيضا عايزين نشوف مع بعض المسال التالي بيقول لي إذا كان سين بيساوي تمانية زائد ستة تي على ثلاثة زائد تي وصاد تساوي اتناشر ناقص أربعتاشر تي على خمسة ناقص ثلاثة تي بيقول لي إذبت أن سين وصاد مترافقان ثم أحسب القيمة العددية للمقدار سين تكعيب زائد سات تكعيب على سين زائد سات طيب أول حاجة نشوف عدد عدد يعني هناخد السين الأول وبعدين نضربها في مرافق المقام عشان نبسط سين وكذلك بالنسبة للعدد الوساط يبقى سين حدثة ثمانية زائد ستة تي على ثلاثة زائد تي حضرب في مرافق المقام وزي ما قلنا بنضرب ونقسم على نفس العدد يعني هنضرب في ثلاثة ناقص تي على ثلاثة ناقص تي نضرب البسط في البسط والمقام في المقام ونبسط المقدار يبقى أربعة وعشرين ناقص ثمانية تي زائد تمنتاشر تي ناقص ستة تي تربيع على المقام اللي وفار بين مربعين مربع الأول ناقص مربع التاني يبقى ثلاثة تربيع ناقص ثلاثة تربيع نجمع البسط يبقى أربعة وعشرين زائد عشرة تي زائد ستة على المقام اللي هو تسعة زائد واحد نجمع أيضا البسط تلاتين زائد عشرة تي على المقام عشرة ناخد عشرة عامل مشترك برا يبقى عشرة مضروبة فيه ثلاثة زائد تي على عشرة نختصر العشرة مع العشرة يبقى سين هتساوي ثلاثة زائد ته ده بعد ما اختصرنا السين اللي عدد المركب سين ناخد ايضا نفس الطريقة العدد المركب صاد صاد حيساوي اتناشر ناقص اربعتاشر ته على خمسة ناقص ثلاثة ته هضرب في مرافق المقام يبقى خمسة زائد ثلاثة ته على خمسة زائد ثلاثة ته هنضرب ايضا البسط في البسط يبقى ستين زائد ستة وتلاثين ته ناقص سبعين ته ناقص اتنين واربعين ته تربيع على المقام زي ما قلنا فرق بين مربعين مربع الاول يبقى خمسة تربيع مربع التاني يعني هيبقى سالب تلاثة ته لكل تربيع نجمع البسط مع الاخذ في الاعتبار ان ته تربيع بتساوي سالب واحد يبقى ستين ناقص اربعة وتلاثين ته زائد اتنين واربعين ده كده البسط على المقام 25 زايد 9 نجمع او نختصر البسط يبقى 102 ناقص 34 تي على المقام اللي هو 34 ناخد 34 عامل مشترك برا يبقى يتبقى لجوه القوس 3 ناقص تي كل ده مقسومة على 34 هنختصر 34 مع 34 يبقى الصاد هتساوي 3 ناقص تي ده واضح جدا هنا سين بتساوي 3 زايد تي والصاد بتساوي 3 ناقص تي وطبعا هنا العددين متشابهين مع الاختلاف في الجزء التخيولي فقط في اشارة الجزء التخيولي فقط وبالتالي يبقى صاد مطرافق بكده عزا أنه يكون وصلنا إلى نهاية حلقيتنا النهاردة تعرفنا من خلالها على الجزء التخيولي والعداد المركبة تعرفنا أيضا من خلالها على مجموع جمع وطرح وضرب وقسمة العدد المركب أو العدد المركبين أشكركم على حسن متابعتكم وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة لكم من أطب الأمنيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة